أمام تقييد الاحتلال التوسع العمراني في بلدة قراوة بني حسان ما خيارات السكان في هذه الحالة؟ فعليا لا خيار الخيار المترك للفلسطينيين هنا في بلدة قراوة بني حسان وفي المساحات التي يملكها الفلسطينيون ويدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنه ممنوع العمل بها أو البناء بها نتيجة اتفاقية أوسلو هو فقط الآن المواطنون الفلسطينيون يواصلون العمل غير مكترثين وغير آبهين للقرارات والاختارات الإسرائيلية وهذا طبعا فاطورة كبيرة يعني هذا الخيار لك أن تتخيل بناء منزل في مناطق جبلية من أراضي البلدة هناك تكلفة إنشائية تتجاوز في بعض الأحيان نحو 150 ألف دولار للمنزل الواحد من البناء التحتية وكذلك أيضا التجهيزات المتعلقة بتأثيث هذه المنازل ولربما عند محاولة السكن في هذا المنزل تأتي الجرافات الإسرائيلية لتهدمها وكانت هناك تجربة مريرة من أهالي البلدة في أمثلة سابقة بالتالي اليوم رسالة الفلسطيني والخيار هو رسالة تحدي وندية أمام الإجراءات الإسرائيلية التي تتعرض لها بلدة قراوة بني حسان بمعنى إذا ما كان استسلام من قبل مواطن أو انصياع لقرارات الإسرائيلية في المنطقة بوقف العمل وعدم استكمال البناء هذا يعني تغول إسرائيلي أكبر مما يحدث في هذه اللحظات هذه إطلالة البلدة هذه مساحة الثمانمائة وخمسين دنما من أصل تسعة ألاف دنم سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على بقية المناطق تحت ما يسمى المناطق المصنفة جيم البلدة تختنق هناك لا مجال للتوسع العمودي سيما وأن هذا يتطلب كلفة مالية باهضة وإجراءات هندسية يحدد أيضا الاحتلال في هذه الزاوية هو فقط التوسع العمراني الأفقي باتجاه هذه المناطق والحقول الزيتون في المنطقة على الرغم من ذلك يلاحق جيش الاحتلال منزلا تل والآخر نحو مئة وسبعين منزلا خلال العامين الماضيين فقط خلال أسبوع سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو خمسة وعشرين اختارا لوقف البناء والهدم لعدد من المنازل المأهولة بالسكان أو تلك التي هي قيد الإنشاء أو منشآت زراعية وبالتالي ضريبة صعبة وكبيرة يدفعها المواطنون في هذه المنطقة للحديث أكثر ينضم إلي في هذه اللحظات عز الدين مرعي أحد أصحاب المنازل وهي قيد الإنشاء وتلقى اختار من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما الذي يعني هذا الاختار؟ يعني سنوات طويلة شاقة من رحلة بناء هذا المنزل تصطدمون اليوم بقرار لهدم هذا المنزل ماذا تعني هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نتوجه بالشكر لكم طاكم تلفزيون الغد لترطيطكم هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال والمستوطنية كما نتقدم بشكر لبلدية كراوة لمواكبتها الأحداث أول بأول طبعا هنا إحنا هذا المنزل بنبني فيه بنجمع فيه كريش على كريش يعني الواحد بتعرف أراضي في منطقة وما فيه موجود عنا محشورين في داخل البلد فهذه الأرض يعني قديما ورثناها من أهلنا وأجدادنا فاضطرنا أنه نيجي نبني هذا في منطقة شبه مقطوع يعني غير مأهولي فتكاليف البناء هان كانت ضاهظة جدا يعني الصعب أنه مثلا البواقر تيجي تشتغل هان صعب أنه أول إشي بيخافوا من شغلة المستوطنين واليهود من مصادرة البواقر أو مصادرة مثلا خلطات البطون أو أي إشي يعني صعوبة في التعامل مع الشركات يعني هذه الأعمدة هان إحنا صبناها على الدي الأرضي صبناها على البربيش وكان صعوبة جدا 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 وصول مثلا الطوب وصول كافة أغراض البناء كانت صعبة جدا جدا يعني واحد بيبني في دار إلو عشر سنين بيجمع في حكها وبلش يبني فيها كاعد في غرفي عند دار أهلي عندي خمس أولاد محشورين مخنوقين جدا يعني مخنوقين كثير فالكينا أنه كتعة الأرض هذه أمل إلنا أنه نطلع من الضيق اللي إحنا فيه فبلشنا نشتغل بس صبنا الساكف وبلشنا نجهز اتفاجأنا أنه بيجينا إختار وقف البناء أو يعني الإخلاء هانا في المنطقة هاي طبعا إحنا مش رايحين ننوقف أو أن كلهم تفضلوا هاي الدار تفضلوا هدوها أو إشي بلنا نكمل اللي علينا بلنا يعني نعمله في الجزائية هذه يعني تعلم أنه ممكن يعني يكون الوضع إلى الأمام في ظل يعني المراوغة القانونية الإسرائيلية صعب وقد يصدر قرار إما بهدم المنزل أو وقف العمل بتشوف أنه الخسارة أكبر لكن ليش النديي اليوم كفلسطيني أنت بدك تدفع هذه الفطورة وتستمر في البناء أمام إجراءات الهدي لأنه الأمر واضح أنه تحدي واجتثاث أي فلسطيني من أرضه يعني الحكومة هاي الإسرائيلية إذا قاعد بتأخذ أرواح الشباب الصغار وعندك مثلا في جنين في نابلس موش كثير عليها تيجي تهد بيت سكني أو دار يعني أنه بدك إلفت أنك اندنيت أو أنك حطيت دم كلبك فيها يعني هذا الإشي ما بعنيهم همي فالإشي بيكون نوع من التحدي نوع من إثبات الوجود نوع من الندية لا أكثر أشكرك جزيرة شكرا سيد عز الدين مرعي بالتأكيد هذا هو حال الفلسطينيين عز الدين واحد من بين 170 فلسطينيين ذلك يعني بالأسر النووية الفلسطينية أو الممتدة على الأقل نحن نتحدث عن قرابة الألف فلسطيني يواجهون خطر الترحيل في ظل الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي تلاحق الفلسطينيين هنا في بلدة قراوة بني حسان على حساب بالتأكيد التوسع الاستيطاني في الجهة المقابلة ببناء الوحدات الاستيطانية وإنشاء البؤر الاستيطانية وكذلك شق الطرق التي تربط وتعزز التواصل بين هذه المستوطنات إلى الغرب من مدينة سنفيت